الحمد لله بار البريات وغافر الذنوب والسيئات ورافع مال أوليائه المؤمنين من الدرجات نحمده جل وعلا واهب عطايا العطايا وجزيل الهبات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه أفضل السلام وأتم الصلوات وبعد فهذا لقاؤنا خير لقاءاتنا في قراءة كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا فيه وأن يعلمنا أحكامه وأن يجعلنا ممن فهم عن الله وعن رسوله مراده ولعلنا نستمع من القاري بارك الله فيه شيئا من الأحاديث في ذلك الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهودا حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها في هذا الحديث أن ما حرم على الجميع استعماله أو أكله حرم ثمنه وفي هذا قاعدة في تحريم بيع كل ما لا يجوز شرعا فما لا يجوز لا يجوز أن يباع ومن هنا لا يجوز أن تباع المحرمات من مثل الدماء ومن مثل لحوم الخنزير ومن مثل الخمور والمخدرات قال المؤلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله يهودا فيه الدعاء على من انتهك الحرمات وفي الحديث بيانوا أن الشحوم كانت محرمة على اليهود ولا يعني هذا تحريمها على المسلمين وقد وقع بحث في ذبيحة الكتابي هل يجوز لنا منها ما يمنعون منه فإن بعض الشحوم قد حرمت على بني إسرائيل كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهورهما والحوايا وما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغي وإنا لصادقون فهذه الأنواع من أنواع المحرمات التي منع بني إسرائيل منها هل إذا ذبح الكتابي ذبيحة يحرم علينا ما يحرم عليهم والجمهور على إباحة ذلك قالوا لأن شرعنا نسخ ما قبله قد استدلون بما في حديث أبي قتادة أن رجلا من اليهود ألقى من على حسن خيبر شحما فكان يريد أن يأخذه نعم صلى الله إليكم قال رحمه الله عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشة من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير قال ابن عباس رضي الله عنهما لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من تحلم بحلم لم يره كل فأن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآن كيوم القيامة ومن صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح سعيد بن أبي الحسن أخو الحسن البصري وكان من رواة الحديث الثقات كان من تلاميذ ابن عباس قال كنت عند ابن عباس فيه فضيلة المواصلة مع أهل العلم وحضر مجالسهم ما يستفيده من العلم بسبب ذلك قال إذا أتاه رجل فقال يا أبا عباس فيه كنية الرجل بإسم والده كما تكن بن عباس رضي الله عنه وفيه فضل بن عباس وجلوسه للناس ليفتائهم رضي الله عنه فقال الرجل إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي أي بما أوديه من أعمال أفعلها بيدي وإني أصنع هذه التصاوير أي أقوم إما برسمها أو نحتها فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فتوى لإنسان بنص الأحاديث النبوية قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين الشعيرتين واحدتها شعيرة وهي واحدة الشعير قال ولن يفعل أي لن يستطيع أن يعقد شعيرة على شعيرة وذلك لأنها غير مهيّة لهذا وفي هذا تحريم أن يكذب الإنسان في حلمه وبيان أن ذلك من عظائم الذنوب وقوله صب في أذنه الآن كعني أن نحاس المحمي الحار وفي هذا تحريم التجسس في الاستماع إلى حديث الآخرين وخصوصا إذا كانوا لا يرغبون في سماع أحد لحديثهم وفي الحديث من الفوائد تحريم التصوير والتصاوير وبيان أن ذلك من المحرمات وقوله ومن صور أي من أنشى هذه الصورة سواء كانت منحوتة أو مرسومة فإن الله معذبه أن يوقع عليه العذاب يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح أن يطلب منه ويقال أنفخ في هذه الصورة الروح كيف تضاهي خلق الله وليس بنافخ فيها أبدا لأن هذا ليس لقدرته وفي هذا تحريم التصاوير والمنع من بيع التصاوير التي فيها روح وفي هذا بيان شيء من العقوبات الأخروية التي تكون على الإنسان قال فرب الرجل ربوة شديدة أي على وسقط سقطة قوية واصفر وجهها أي تغير بسبب هذا الخبر فقال ويحك قال ابن عباس ويحك إن أبيت أي إذا رفضت الأخذ بهذا الحديث في المنع من التصاوير وأبيت إلا أن تصنع هذه التصاوير فعليك بهذا الشجر لأنها ليس فيها روح وكأن ابن عباس رأى أن عموم الحديث مخصوص بهذا المعنى ولعل ابن عباس في تخصيصه ما ليس فيه روح استدل بالمعنى المذكور في هذا في قوله حتى ينفخ فيه الروح فدل هذا على تخصيص الحديث بما فيه روح أحسن الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره حديث أبي هريرة وهو حديث قدسي قاله الله جل وعلا وفيه الخصومة يوم القيامة والمحاجة في ذلك اليوم وفي الحديث تحريم الغدر خصوصا من أعطى العهود والمواثيق وفي الحديث تحريم بيع الأحرار وبيان أن ذلك من كبائر الذنوب وفي الحديث أيضا جواز عقد الإيجارة وفيه عقد الإيجارة الخاصة وفيه وجوب إعطاء الأجرة للأجير عندما يؤدي عمله وفي الحديث أن هذه الأفعال الثلاثة من كبائر الذنوب لكون الله سيكون خصما لهم في ذلك الموقف الله إليكم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزوبة وأحببنا العزل فأراد أن يتمتعوا بهن ولا يحمل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك العزل وبينما أبو سعيد جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا ذلك فإنها ليست نسمة كائنة إلى يوم القيامة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة كائنة فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة قول أبي سعيد خرجنا مع رسول الله في غزوة بن المصطلق فيها الغزو مع الإمام واحتساب الأجر في ذلك وفيها توزيع الغنائم والسبي على المقاتلين وفي الحديث جواز سبي نساء العربي إذا كانوا مشركين كما قال الجمهور خلافا لطائفة من الحنفية وقوله فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزوبة لمفارقتهم لأهلهم المدة الطويلة قالوا أحببنا العزل يعني أرادوا جماع هؤلاء الجواري على أن لا يحملنا وبالتالي رأوا أن العزل وهو قذف الماء خارج الرحم سيكون محققا لهدفهم بعدم وجود الحمل قال فأرادوا يعني هؤلاء الصحابة أن يتمتعوا بهن يعني بهؤلاء الجواري ولا يحملن لأنهم يريدون بيع هذه الجواري بعدما يصلون فيستفدون من أثمانها قال فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك العزل يعني هل يجوز أو هو حرام قال بينما أبو سعيد رضي الله عنه جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان يعني نحب أن نبيع هذا السبي وأن نستفيد من ثمنه ونخشى أن تحمل هذه المرأة من السبي فتصبح أم ولد ومن ثم لا نتمكن من بيعها ولذا قال فكيف ترى في العزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو إنكم تفعلون ذلك يعني طريقتكم العزل وشأنكم وقد فعلتموه لا عليكم ألا تفعلوا يعني لن يقدر لكم شيء مكروه إذا لم تفعلوا العزل قال فإنها ليست نسمة كائنة إلى يوم القيامة كتب الله أن تخرج له وهي خارجة كائنة يعني أنه قد يعزل للإنسان ومع ذلك تحمل المرأة فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة في الحديث ذكر غزوة بني المستلق وهي غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم ضد قبيلة خزاعة ويقال لها غزوة المريسيع وفي الحديث من الفوائد أنه قد يحصل السبي من العرب وفي الحديث من الفوائد جواز وط الأمة المملوكة للإنسان وفيه أنها إذا حملت من هذا الوط أصبحت أم ولد لا يجوز له بيعها وتعتق بوفاته وفي الحديث جوازه أخذ الوسائل التي تمنع الحمل فإنهم كانوا يعزلون وذلك من أجل أن لا يحصل الحمل فأي طريق وسبب يؤدي إلى ذلك فالأصل جوازه وقد رأى جماعة من أهل العلم التفريق بين تنظيم النسل وتحديد النسل فراونا تنظيمه بحيث يكون بين الولد والولد مدة لتسترجع المرأة نفسها وتعيد قوتها أنه جائز بخلاف تحديد النسل ولا شك أن الشريعة قد تطلعت إلى أن يكون عند الإنسان بنون ومن هنا قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا وانظر إلى دعاء زكريا عليه السلام حيث دعى الله بحصول الولد وبالتالي نستشعر أن هذا المعنى وهو إيجاد الأولاد والذرية مما تتطلع إليه الشريعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم وفي الحديث من الفوائد بذل الإنسان للأسباب التي تمكنه من تحصيل التجارة والغنى وأنه لا حرج في ذلك كما أرادوا من هذا السبي يباع ليحصل منه الثمن وفي هذا الحديث أن المرأة إذا حملت وكان زوجها يعزل منها أننا ننسب هذا الحمل إلى ذلك الزوج وفي الحديث أن قدر الله جار وأنه إذا قدر الله مولودا يسر أسبابه قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه قوله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عام الفتح وكان هذا في السنة الثامنة في رمضان في هذا الذكر هذا الفتح العظيم فتح مكة والتذكر بنصر الله لأوليائه المؤمنين وفي الحديث تحريم الخمر وتحريم بيعها وتحريم بيع الميتة سواء كانت من الحيوانات المأكولة أو كانت من الحيوانات غير المأكولة كذلك حرم الخنزير بأكله أو التجارة فيه أو بيعه وهكذا حرم الأصنام يعني حرم بيع الأصنام والأصل في التحريم أن يدل على تأثيم الفاعل وأن يدل على فساد العقد فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة يعني لما حرم الميتة فهم أن هذا يشمل جميع أجزائها بما فيه الشحم فسئل عن شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن أي يصبغ بها جدران السفينة من أجل ألا يدخل الماء فيها ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس إذا ضعونها في سروجهم فتنير لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام يعني أن بيع شحوم الميتة حرام فيه دلال على أن الحكم المتعلق بالكل يشمل جميع أفراده وفي الحديث القاعدة أن ما كان محرما في الشريعة فإنه لا يجوز بيعه ولا يستغلال ثمنه وفي الحديث غضب الله على اليهود نعم صلى الله إليكم قال رحمه الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن قوله نهى عن ثمن الكلب اشتفاد الجمهور من هذا تحريم بيع الكلاب وعمموه للكلاب التي يجوز اقتناؤها فقالوا يجوز اقتناؤها ولكن لا يجوز بيعها ولا ثمنها لأنه هنا نهى عن ثمن الكلب فلفظة الكلب اسم مفرد معرف بأل الجنسية فيفيد العموم فيشمل أيضا الكلاب التي أذنا في اقتنائها وقد أجاز لإمام مالك أخذ الثمن على الكلب المعلم الذي يجوز امتلاكه وهكذا نهى عن مهر البغي والبغي يعني الزانية ومهرها ما تعطاه من قبيل أجرة على زناها المحرم بهذا دلالة على أنه لا يجوز أن يشرط لأحد في فعل معصية كالزناء ومن مقتضى نهيه عن مهر البغي أن العقد معها باطل وأنه لا يلزم دفع ما شرط لها ولكن يجب عليها أن يتصدق بذلك المال بنية صاحبته وأما حلوان الكاهن فالكاهن هو من يدعي علم الغيب ويعرف المغيبات وحلوانه الأجرة التي يعطى إياها نظير كهانته ففي هذا تحريم ثمن الكلب وظاهره يشمل كلب الصيد كما قال الجمهور خلافا لأحمد وفي الحديث النهي عن كسب البغاء والمنع من فتح دور البغاء وفي الحديث أن ما يعطاه ل البغي من أجل الزنا بها أمر محرم ويجب التخلص منه وفي الحديث تحريم الكهانة وتحريم أخذ الأجرة على استعمال الكهانة لمعرفة المغيبات فهذه هي معاني هذه الأحاديث التي ذكرت لكم وذكرها المؤلف في ختام كتاب البيوع أسأل الله جل وعلا أن يرزقكم الفهم في دينه والعمل بشرعه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا فهما في السنة والسيرة وأن يجعل أعمالنا على مقتضاها كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين بمشارق الأرض ومغاربها اللهم تول شأنهم واجمع كلمتهم واحق اندماهم واكفهم شر من أراد بهم سوءا أو شر كما نسأل الله جل وعلا لولاة الأمور التوفيق والسداد والصلاح وأسأله جل وعلا للمطهدين في فلسطين أن يسد الله جوعتهم وأن يكسوا عاريهم وأن يشفي مرضاهم وجرحاهم وأن يؤمن خائفهم وأن يؤوي مشردهم وأن يكسوا عاريهم كما سأله أن يجعل الدائرة على عدوهم بقوته وقدرته هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين تسليما 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 ترجمة نانسي قنقر